تحتفل مصر بالذكرى السابع لثورة الثالثين من يونيو المجيدة التي انقذ فيها المصريون دولتهم الوطنية من السقوط بقدر منتصروا لثقافتهم وتاريخهم وهويتهم ومنظومة قيمهم الحضرية ومستقبلهم حيث فرض الشعب ارادته الحرة لتدخل مصر عصرا جديدا وتتبوأ هذه الثورة مكانة سامية في التاريخ العالمي للثورات الإنسانية جاءت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 لتصحح ما حدث بعد ثورة يناير من اختطاف جماعة الإخوان الإرهابية للحكمة والتي اتسمت ممارستها بالفاشية الدينية وحاولت تمسي الهوية الوطنية وارتكبت أخطاء كارثية في سبيل تكريس حكمها وسيطرتها على مفاصل الدولة فبمجرد وصول هذه الجماعة للحكمة كشفت عن نواياها في القفز على مصالح الوطنة وقيم المواطنة لتحقيق أهدافها في تحقيق ما يسمى بحلم الخلافة والذي يبدأ بأخوانة الدولة والسيطرة على مفاصلها وفي سبيل تحقيق أوهامه اصطدم النظام الأخواني بجميع القوى السياسية استعادت الدولة والحفاظ على مؤسساتها تعد إحدى الإنجازات الهامة لثورة الثلاثين من يونيو التي تعتبر على مفارق في تاريخ مصر الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة المصرية كانوا على قلب رجل واحد ونجحوا في تحطيم ونسف جميع مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفرية لاختطاف مصر وقدم بواسل الجيش والشرطة أعظم التضحيات في مواجهة مخططات التقسيم الإرهابية التي استهدفت تقسيم وإسقاط دولة المصرية وما زال رجال الوطن يتصدون لمخططات الإرهاب الأسود ويقدمون كل يوم شهداء ومصابين ولم يزدهم ذلك إلا إصراراً على الحفاظ على أرواح المواطنين وأرض الوطن نجاح قوات الجيش والشرطة في التصدي لمخططات الجماعة الإرهابية خلال الأعوام الماضية أعطت الفرصة للقيادة السياسية للانطلاق في محور التنمية والبناء والتعمير وتحديث الدولة سبع سنوات كاملة على ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ثورة تصحيح المصار لبناء مصر الجديدة بناء الوطن من جديد واسترداد الهوية المصرية والتأكيد على فكرة استقلالية القرار المصري في كافة الأصعادة سواء الصعيد العسكري أو السياسي أو الاقتصادي سبع سنوات كاملة سوف نتحدث في هذه الوقفة الحوارية عن حصاد السنوات السبعة على الصعيد العسكري على ملفات الخارجية للسياسة المصرية إدارة بعض المشروعات القومية داخليا ورؤية مصر بعد سبع سنوات من ثورة الثلاثين من يونيو ثورة تصحيح المصار يسعدنا أن يكون معنا في هذه الوقفة الحوارية في برنامج بناء القاهرة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان أهلا بك ستلواء أهلا بك ستلواء أهلا بك ستلواء المشاهدين يعني بداية اسمح لي قبل الحديث عن الإنجازات وما تحقق خلال السنوات السبع يعني نذكر أستاذ المشاهدين أو ننعش ذاكلة المصريين أو ذاكلة من يتابعنا الآن مصر ما قبل الثلاثين من يونيو لعام 2013 كيف كانت الحياة كيف كانت ملامح الحياة قبل حدوث هذا التحرك الشعبي الكبير الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية هو طبعا التاريخ ستوقف كثيرا على هذه الثورة العظيمة ثورة 30 يونيو 2013 لأن هناك كان هناك قائد وكان هناك شعب خلف هذا القائد هذه الثورة أجهضت مخطط تبتيت الدول وتدمير الجيوش بالإضافة إلى أن لو عاوزين نقول أن قبل ثورة 30 يونيو 2013 كان هناك تحديات تحديات كبيرة جدا نعلم يا أستاذ محمد أن هناك 12 تحدي داخلي وتسع تحديات خارجية كانوا موجودين كان على رأس هذه التحديات هو غياب الأمن وعدم الاستقرار كان هناك الإرهاب وهذه مشارسة كبيرة على الشعب المصري وعلى القوات المسلحة وعلى الشرطة المدنية البافلة أيضا كان هناك انهيار اقتصادي باللاقي أن فيه تحديات خارجية بدأت يعني كانت موجودة يعني تدخل الخارجي اللي موجود تدخل دول وأطراف إقليمية ودولية طبعا الإرهاب اللي مصر استطاعت أن تقضي على كتلته الصلبة الآن بعد ثورة 30 يونيو 2013 كانت هناك موجودة كبيرة جدا من الإرهاب يعني لو قلنا إحصائية تغيرة للسادة المشاهدين لدينا في 2014 و2015 و2016 1435 عملية إرهابية 1435 على مدار ثلاث سنوات على مدار ثلاث سنوات يعني في شهر من الأشهر في 2014 كانت هناك 200 عملية إرهابية في شهر واحد دلوقت الحمد لله وبعد سبع سنوات من هذه الثورة العظيمة بالله أن العمليات الإرهابية لا تزيد طول السنة على أصابع اليد الواحدة ده نوع من أنواع التحدي اللي كان موجود كان هناك يعني يخطط لمصر أن هي تدخل في سيناريوهات هذه السيناريوهات أسوأ من بعضها كان فيه سيناريو نتيجة الاحتقام اللي موجود في الشارع وكان فيه يعني جماعة الإرهابية أثناء حكمها كان بيتميز بالدغمائية والديماغوية والديستوبيا اللي هو التعامل للرأي الوحد هو فعلا التصلب وتصلب الفكر ما يسمعوش لحد ألا نفسه وأخوانة مفصل الدولة في هذه النقطة تحديدا ساتلواء نريد أن نتوقف عند فكرة مشروع الإخوان لأنه كان مشروع هدفه الأساسي هو الإرهاب الفكري أو تغيير الهوية الخاصة بالوطن اختطاف الدولة المصرية وحبس هذه الدولة في قفص أفكار خاصة جدا لدولة بعيدة تماما عن هوية الوطن أو هوية المصرية المتعرف عليها عبر السنين هذه النقطة كانت ستفتح الباب على حرب أهلية واقتتال أهلي شيء اختتال داخلي وحرب أهلية بين المواطنين كانوا يخطط أن هما سيستمروا في الحكم لمدة 500 عام صحيح هي سنة وعام وقالوها كده قالوها بشكل مباشر هي عام فقط وتم خلع هذا النظام اللي بعتبر جماعة الإخوان الإرهابية هي العباء الأيدولوجية لكل جماعات الإرهاب في العالم أنا بتكلم أنها كان فيها مجتمع في ذلك التوقيت كان فيه ديستوبيا ديستوبيا يعني عمف وقتل وخراب مش زي احنا شفنا اللي هو الهجوم على أقسام الشرطة وعلى مقر الأمن الوطني وعلى القضاء وعلى المحكمة الدستورية العليا كل الكلام دي يعملوا يعيش فتحوا الجبهات على كل جهات الدولة يعني كانوا في حالة عداء مع القضاء مع الإعلام مع يعني صحفيين مع كل فئة المجتمع مع ثقافة نعم نفتكر اعتصار موزارة الثقافة الكلام دي بقى أستاذ محمد بيقوموا بذلك علشان يبقى فيه اقتتال داخلي وما بين السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة الوطنية وبين هذه الميليشيات الإرهابية اللي هي بأجندة وأنها ممولة من الخارج بيه لما بيحصل هذا الاختتال تيجي الدول بقى الأجنبية تتدخل في الشأن الداخل المصر زي ما حدث كانوا عاوزين يخلوا السيناريو مثل سيناريو سوريا وليبيا نجد أن في سوريا كانت هناك قوات أجنبية شوف سيادتك لها دي لثلاثة وتمانين دولة بتحارب على أرض سوريا مليون ونصف جندي مقاتل من دول مختلفة كل ذلك موجودة على أرض لأن لا توجد صلابة للدولة بالإضافة أيضا السيناريو الثاني كانت يرادوا أن هما يمكنوا جماعات الإسلام السياسي أن هما يأخذوا البلد إلى منزلق وإلى هاوية كبيرة جدا فكان هذين السيناريوهين ثورة 30 يونيو 2013 نجحت في أنها لم يتم تنفيذ أي من هذه السيناريوهات سيادتك أشرت إليها فكرة أخوانة الدولة أو المفاصل الدولة التبكن وهم حتى عندهم في أدبيات جماعة الإخوان الإرهابية التمكين بشكل كبير داخل جهات الدولة المختلفة السؤال لحضرتك يتعلق بالرد الفعل الشعبي لأنه عنوان مهم جدا من عنوين ثورة 30 يونيو أنه هي ثورة شعبية أنه الشعب تحرك بشكل كبير في الميادين الرئيسية وده النقطة اللي بيحاولوا دايما يهجمون جماعة الإخوان الإرهابية أو من يدور في فلك الجماعة الإرهابية بيهجموا أنه الثورة بينها لم تكن ثورة وليدة الشعور الشعبي أو الأحساس الشعبي عايزين نصلط الضوء على هذه النقطة أنه من رفض حكم الإخوان هم الشعب يعني كان فيه رفض شعبي بشكل كبير هو طبعا أهم ما يميت ثورة 30 يونيو أنها ثورة كل المصريين كل المصريين هم اجتمعوا على أن هذه الدولة هذه الجماعة هي الجماعة اللي هم يعني ضد الوطن وهم مع الجماعة وإخوانهم وأن الوطن ما هو إلا حفنة من ترابن عفن كما قال سيد أب والأهل والعشير وزي ما قاله مهدي عاكب فعلا إن قالك طوز في مصر وإن أي من ماليزيا لو جيه واحد حكم مصر أفضل من مسيح مصر نحن موجودين معه ثورة 30 يونيو كانت إعلان واضح وصريح أن الشعب المصري خرج من دوائر الإحباط إلى شواطئ الأمل والرجاء وكانت بمثابة إعلان واضح بأن الشعب قادر على التغيير عندما يكون التغيير ضرورة حياة وبقاء ولذا بلاقي إن كانت هناك روح في ثورة 30 يونيو 2013 هذه الروح أنا بشبهها بروح أكتوبر لأن هناك تشابه بين يومين يومين يعني في التاريخ لا ينسوا لا ينسى إيه اليومين دولة يوم العاشم ورمضان 6 أكتوبر بيتشابه مع يوم 30 يونيو في إيه إن كان إعلان واضح وصريح في 6 أكتوبر بأن إحنا استطعنا أن نكسر ونهدم نظرية الأمن الإسرائيلي ونكسر ذراعها الطولة ونهزم الجيش الذي كان يدعي أنه لا يقهر أيضا في 30 يونيو كانت أيضا بمثابة إعلان واضح وصريح بكشف زيف هذه الجماعة زيف هذه الجماعة اللي ما يتمهاش مصر هي يهمها الأهل والعشيرة زي سيادتك ما بتقول فبالتالي بلاقي أن هذين اليومين متشابهين واستطاعوا أن هما يقوموا ويعدلوا مسير الوطن طيب من هذا العنوان العريض عنوان استرداد الهوية المصرية أو الوطنية من جديد العنوان آخر مهم جدا من عنوان ثورة 30 يونيو فكرة استقلالية القرار الوطني وشفنا بعد 30 يونيو تنوع في العلاقات السياسية الدولية لمصر شفنا كمان تنوع لمصادر الأسلحة انفتاح على العالم بكافة أقطابه المختلفة حابين نتوقف شوية عند هذا العنوان القرار الوطني واستقلالية تمامي فنم هي أولا نجحة ثورة 30 يونيو في تثبيت أركان الدولة واستقرارها والحماية وحماية مؤسساتها الوطنية كانت هناك إنجازات في المجال السياسي والمجال الاقتصاد والمجال العسكري في المجال السياسي لو بدأنا بالمجال السياسي بالله أن مصر استعادت مكانتها وريادتها ليس على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي بالإضافة إلى يعني مصر وعلاقتها مع إفريقيا وخاصة عندما كانت مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي العام الماضي وإزاي أن حققت تفارات كبيرة جدا مع العمق مصر ومع القارة السمراء التي هي قارة الفرص الواعدة وإزاي أن مصر نجحت أن هي مع إخوانها وأشقائها الإفريقيين أن تقوم بإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية الخارية بالرغم شو بها يا سيد محمد؟ إفريقيا فيها ألفين ومئة لغة ولهدة ومع ذلك استطاعت تحت قيادة مصر أنها تنشئ منطقة تجارة حرة في داخل إفريقي وعملت اندماج للتكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا والسادك والإياك وعملت دور كبير جدا اللي هي مبادرة إسكات البنادق لأن عندما تسكت البنادق يتم الاتجاه إلى التنمية لأن التنمية جديد والاستقرار دولة وجهان لعملة واحدة ده كان بالنسبة للمجال السياسي كمان ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية أو الحل السياسي يأتي من داخل بلد تقرى الإفريقي الموضوع الثاني أيضا في موضوع السياسة إن هي كان هناك سياسة متوزنة مصر في المحافل الدولية كان لها صوت صوت في حل الأزمات الإقليمية وتمثل إفريقيا في سبع محافل دولية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أما بقى لو تكلمنا اقتصاديا ولو سمحت لك فضل فضل اقتصاديا بنلاقي أن كانت هناك مؤشرات اقتصادية في أداء اقتصادي جيد إزاي إن كانت هناك مشروعات البنية الأساسية ومشروعات القومية العملاقة وفرت شباء حضرتك خمسة مليون فرصة عمل في خلال فترة السبع سنوات الماضية بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة مدن جديدة يعني منهم العاصمة الإدارية لوحدها على مساحة 170 ألف فدان ويستوطن فيها 6.5 مليون العشرين مدينة الذاكية المدينة الجديدة بتستوع بحتى 15 مليون طبعا كل ذلك لصالح فتح آفاق وفرص عمل للشباب من المشروعات القومية من مشروعات الطرق مشروعات الطرق اللي هي شبكة قومية للطرق اللي هي في حالة شرايين التنمية بالنسبة لأنها شرايين وأيضا أنها حسنة جودة الطرق حتى على المستوى العالمي من المرتبة التسعين إلى المرتبة 25 مرة واحدة وبالتالي بيلاقي تم انفاق 100 مليار دولار 100 مليار جنيه عفوا على الطرق لو كلمنا في مجال الكهرباء 900 مليار جنيه لو كلمنا على الطاقة 614 مليار جنيه كلمنا على الصحة 120 مليار جنيه كل ذلك لصالح الاتصال طيب من السياسة حتى نخدم بقى للعسكري العسكري مهم جدا نختم به جميعا عن الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والختام مع الجانب العسكري لأنه احنا في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن يعني مصر محاطة ب زي ما بقوله كده حزام ناري من المناطق الملتهبة مناطق الملتهبة غربا في ليبيا جنوبا شرقا في سيناء فمنطقة ملتهبة جدا فترة الأخيرة شفنا بناء لقواعد عسكرية قاعدة برنيس قاعدة محمد نجيب قواعد عسكرية جديدة في سيدي براني شفنا كمان تنويع لمصادر السلاح من أكثر من مصدر عالميا نعم الموقف العسكري وأهمية هذا الموقف العسكري خلال السنوات الماضية نجري جدا في المجال العسكري احنا بنلاقي أن مصر وجيشها عزز القدرات العسكرية نوعة مصادر تسلحها أصبح الجيش المصري هو الجيش العاشر هو الجيش التاسع عفوا على مستوى العالم تبقى لتأرير جلو برفير باور قواته البحرية القوات البحرية رقم 6 أما المفاجأ أن القوات المدرعة المصرية هي القوة المدرعة رقم 4 على مستوى العالم أيضا كانت هناك تطوير في مجال يعني لو قسمناها مجالات مجال التدريب القتالي مجال التمركزات العسكرية مجال التطوير والتحديث بالله أن هناك منظومات حديثة زي طائرة رفال بنسميها طائرة من طائرات الجيل الرابع بالإضافة إلى المسترال اللي تعتبر جيش متحرك وأيضا الغواص الألمانية اللي هي 209 على 1400 كل ذلك لصالح تعزيز القدرات العسكرية لأن الجيش المصري هو أقوى جيش في المنطقة العسكرية في المنطقة كلها كما زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد ولا يبدد أيضا كانت نقطة مهمة جدا في مجال التدريب القتالي وهو أن التمركزات العسكرية تم تطويرها أصبحت قواعد عسكرية قواعد عسكرية شاملة زي قاعدة محمد نجيب العسكرية قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثم قاعدة برنيس العسكرية ثم الأسطول الجنوبي الأسطول الشمالي قاعدة براني العسكرية كل ذلك كل بيصب في صالح الأمن القومي وزيما الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قواتنا المسلحة جاهدة لتنفيذ المهام داخل الوطن وخارج الوطن شكرا شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد الشهاوي مسشار كلية القادة والأركان وستظل ثورة 30 من يونيو عنوان رئيسي لها هو استرداد الهوية الوطنية المصرية واستقلالية القرار الوطني سبع سنوات من الإنجازات في مختلف الأصعادة السياسية والاقتصادية والعسكرية وروح هذه الثورة ما زالت مستمرة هي ثورة مصرية بامتياز ثورة شعبية بامتياز أشكر حضرتك على هذا اللقاء وكل هذه المعلومات طبعا صعبة جدا في وقفة حوارية واحدة أن نلم بجميع ما تم تحقيقه خلال السنوات المواضية لكن بشكرك يا فندم شرفتنا شكرا لسادة والسادة المشاهدين وإحنا ألقنا الضوء فقط على هذه الثورة العظيمة عملنا عنوين رئيسية سريعة الشكر موصول لحضراتكم مشاهدين في كل مكان وصلنا مع حضراتكم لختام حلقة اليوم في برنامج من القاهرة غدا يتجدد اللقاء في أمان الله ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر